اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في شوف الصحفة على قناتكم شوف تيفي بداية الجولة من يومية الماساء اللعنونات هكذا اعتقلت فرقة الملتمين في البسيج المشبهة بهم في جريمة شام هاروش وفي التفاصيل تمكنت فرقة الملتمين تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنصيق مع مصالح الأمن بمراكش من القبض على العصابة الإجرامية التي تورطت في عملية ذبح سائحتين أجنبيتين بمنطقة تام هاروش بإقليم الحوز بعد علم كوموندو أمني بناء على معلومات استقاتها المصالح الأمنية والاستخباراتية باعتزام أفراد العصابة الصفرة والفرار باقي التفاصيل يمكنكم تفاهب يومية المساء تشديد الحراسة على الفنادق والمنتجعات السياحية عنوان اخترنا لكم مشاهدين من يومية الأحداث المغربية وفي التفاصيل علمت اليومية أن وزارة الداخلية وقبل أيام من احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة وجهت تعليمات صارمة إلى مختلف ولاة الأمن بتشديد المراقبة على مختلف الوحدات السياحية من فنادق ومركبات ومنتجعات سياحية مع توجيه أرباب هذه الوحدات إلى الاستعانة بحراس أمن خاص من ذوي الخبرة والسعمال وسائل متطورة للكشف عن الأسلحة والمتفجرات باقي تفاصيل يمكنكم تفاهب يومية الأحداث المغربية وإلى يومية أخبار اليوم لعنونات بوتين يحضر القذافي الثاني وفي التفاصيل في دل استمرار الفوضى والانقسام الداخلي في ليبيا قالت صحيفة دولية روسية إن روسيا بصدد التحضير لتنصيب ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي رئيسا جديدا للبلاد حيث يقوم بوتين بملء الفراغات التي خلفها انسحاب واشنطن من الساحة الدولية باقي تفاصيل ممكنكم تشوفها بيومية أخبار اليوم بهذا الخبر كانوا وصلوا مشاهديني لنهاي تشوف الصحافة للقاء ودومتون في العاشل لها